صباح الخير يا برج العرب القراءة المعرضة للعاطفة المعرضين في الطاقة العرب طيب انتو شايفو ازاي انتو شايفو لو بتتعمل مع مرج الاسود طبعا انتو شايفو شخص اعتقد يا برج العرب هو شخص برضو برضو في صفة العند وشخص متحكم اوي ممكن يكون كان بيخنوقك في العلاقة وكان ماسك عليك اوي وشخص بيحب يتحكم في المعنى التانى يعني بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معنا متحكم اوي شايفو متحكم اوي 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 وممكن كمان تكون شايفو ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقها يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بتديلك نص حاجة تجيره مثلا ان تكلمه مرتين ثلاث مرات في اليوم هو لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه ما يتلماش او انت لو كنت بتبدأ داي شايفو ان هو شخص متحكم وشخص بيقافل اوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل اوي على حاجة ان هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعر اوي او متحكم فيك اوي 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 مهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كم جديرة عليك اوي 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 شايف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كثيرة لان انت مجروح عالبك اوي منه اوي يعني وبحصرة وندم بيه ولكن هو عما يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كمان لان هو يعني عارف انت لما تتافل معاه تقول له يمشي من هنا الا ومتجيش هنا تاني وبتاع فهي وقليك لا انا والله ما اسيبك انا محبك ام اقول برج العرب بيتحت عنافسي برضو ساعات فاقل ايه وقل لان اهمشي من علاقة وبه لا هقول لك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتلمه بع بعضو مفيش فرائق ولا حاجة واعتقد هو مفيش فرائق هو عما يهكلمك او دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون بالتاني عارض يقدمه او طالط عارض كمان او بيزني عريك لأنه زنان قوي زنان وما بي بيقس على فكرة الشخص ما بي بيقس كل ما هتجي تقوله انت جرحتني وقطعت في قلبي ويقاتل معاك قوي يروح مدافع عن نفسه يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت رايح في اين خد بس ما قولك انا ده انا بحبك انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري لاذ ا違うوة لكن انا بحبك او انا بحبك عموبا يا عشان بقول لادو انا متنظرنش اااااام ياعني هو شخص باقي علي قوي اي ناوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي مش ناوي يمش خالص وامش 가지고 انت لحاجة العاطين هنا معي انت بقى ناوي علي ايه انت ناوي توازن ناوي توازن عموما سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة عانية انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك لان الظهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي قوي و اديته اكتر ما هو اديك فلذلك انجرحت وحاسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده انت عايز تعمل توازن انت بدل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يدالك انا هديك كوباية هتكلمتني النهاردة هكلمت اهتمت بيه هتم بيك غير كده لا ياعم انا تعلمت الدرس انا انجرحت منك خلص طيبا الوجع ده فوقك يا برج العرب و هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو يدفع نفسي قلت لا والله ده انا بحبك و بتاعك على نرجع فلو هترجع هتعمل توازن في العلاقة دي و ناوي انت بتعمل توازن ده ناوي تقوله بقى انا شوف بقى هتخني يا اخوة لا طبعا يعني الخيانة منتبقاش بصوت الخيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب و تقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد و مش هسكت المرة دي طيب هو شايف العلاقة ازاي هو بصراح يعني العلاقة حلوة اوظار ان هو خلاف على الحداد فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى دي انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك اه شخص متحكم وشيف نفسه شوالي ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهور على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما و يشايف نفسه و بيحب يكعلن ناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فترة يعني سواء بيكلم انت لو شفت انه بيكلم بنافق غيرك ولا الحاجة بس انت برضو انت رقم واحد على بو شايف العلاقة ازاي و شايفها علاقة جميلة قوي و علاقة فيها ذكريات كتير ازار من انت فعلا بقلقوا كتير فترة مع بعض و فيها ذكريات حلو قوي و كل ما بيبعد ميقدرش يبعد ميقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسيبش فهو شايف ان هو ميقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب له الشخص اللي بيحسسه بالضبط كده الشخص اللي بيحسسه بانه هو طف طف بتعامل بطبيعته معاك بحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل و اديته و مشاعر جميلة قوي 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 تحسسته الاحساس ده خلت العلاقة بنسباله زي الجنة مليانة كبات فيها ورد مش كبات خضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو أحسس بان انت انت السلمة بتاع انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حيتي انت اجمل حاجة في حيتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العرب انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانها علاقة من اللي انا حب من اللي انا حب قوي بس موقع يكون فيه خلفات فيه فيه انت تقمسك منه برج العرب هات منه موقفة عمل حاجة يعني وشي حاكيد برج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي اللي علاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر دميرة قوي فانتو اللي اتنين مشاركوا متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطريبا هتتجاول بعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي اقترام التواسط لو انت يا برج العرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي ركز معي بقى لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة ما تمشيش لان الشخص ده بيحب تكون قوي وشايفك لص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معها حياتك تير قوي لان هو بنى حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني دي برضه شخص ينصح فممكن تكون انت كنت بتنصحه ممكن يكون كان فيه ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاير معك بالمشاير حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش سمحت ما تمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عادبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جاند وبطل بقى تحكم نفسك بطل تبقى عنيت وتمسك برأيك بدون اي باعي لانه الايدان اي شايرت الدنيا على المهم برضه نصيحة حالة هلوة هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت برج العرب جالك باعرض مصالحة وعلى فكرة برضه دا كانت الخاطر واخد قرار على فكرة عايزي يجعل واسكنتو تتلمو دلوقتي اهدى عليه لانه هو عمال يدفع عن نفسك كتير قوي الزهر من كل شاير يجيو يقولك على فكرة والله يا العظيم ما عملت حاجة والله لا والله لا برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب جالات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عايب مش عايب متملكين دا مش عايب لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين او ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم همومة بس فممكن زي قلتلك انه او زي الترك يعني عموما انتو شايفين انه هو مهتم بحاجات تانية وسايب كنتو متحبوش كده دا برج العرب يحب الاهتمام قوي يعني فبنشوف المفاصلين ممكن نجدل طبعا الطاقة الاولانية خالص طاقة تانية ولو شفتها شبع بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة شبشا في الشعر دا بيجي بنيه بيبقى مش بتاعتي لان الطاقة دي ممكن تبقى مسمو يعني يعني معكوش عن بعض حاجة خالص 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 مفاصلين برج العرب مشاعر ايه حاليا ويناوي الخطة اللي ياخدها او عايز ايه مدينة هو حاليا مش هقول مستقر ولكن هو شايف نفسه الايام دي وبدأ يبصل نفسه وبدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج بره السجن افكار بطريما بيتعامل مع احد برج الجوزائي برج العرب ممكن اخد ورقة تانية اه بصر برج العرب هو حاليا اه خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه وبدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي قلم الفراء ولاحظة الفراء نفسها سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هياع الملك ايه في حياته سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان دا شخص مستقر وفعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر ومستقره في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من كلها طيب هو ناوي على ايه؟ هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده قلبه مجروح منك جامد قوي وطعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تكتبع عملتولش حاجة هو اللي مشه فهو من غيرك طعبان وناويه جاعة تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت سول مي بتاعه ممكن تكون متعامل محد برج الجوزاء يعني او مزان برج هوائي هو تاني وهوائي برضو اتعلم في ايه بس تمام بدأ يكتشف ان انت سول مي بتاعه انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيق وهيرجع توازن العلاقة ده ان شاء الله بإذن الله تاني ناويه يرجع لتوازن العلاقة تاني ناويه يرجع لتوازن العلاقة تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي هو حاليا 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 دلوقتي مستقر جدا في المحاول وبعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر طبعا يمنزع لقوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقر لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازا برج العرب فهو ما ادخلش هو كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا محاول برج الجرزاء ازا ما قلتلكم او برج الميزان او برج طرابو فهو انه يرجع لانه يكشف ان انتو السلمات بتاعه وعيرشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله بإزن الله مش حاجة وحشة طيب العزار بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم او بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش لان العزار دول بيبقوا مش منفصلين حتى القانون فصلوا لقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش حاجة نقسم الورق الاول عشان عزار بدول حبيبي عزار مرتبطوش جاي ممكن يكون شخص ده هيزهر في شهر تمانية مش سبع يعني فجي انسو عاد ممكن يكون بغاية الرقل عادي يجي يخني بغاية الرقل بحبك في غاية الرقل بحبك في حياتنا ملقة بحبك في حياتنا ملقة مشاعر ايه ويناوي علي الحمدلله افرحة دي بتعجبني في الموضوع طيب قابلي بس ما ببتدي في الخضاءة افصل حلقة بس هنا بص يا برج العرب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيت وممكن يكون برضو برج الاسد برضو او برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو او شخص من الماضي برضو ممكن ميكونش كان في علاقة اصلا ما بينكم ولكن هو يحمل مشاعر خيادة اوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شعر ويغير 3 شهر و 6 شهر لما كنتش عايفة وعايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجبش تاني فهو برجع تاني وممكن يكون شخص بجيد بقى شخص يعني يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيوبة لك ويعتبر السلميت بتاعك او شبهك لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بس مش اكتر ومشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يفل عليك الشابتر زينا بيقوله كده عايز يقفل عليك الشابتر من حياته عايز يقفل عليك وعايز استكرار معك انت لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت مختارك انت وعايزه وقم بيقوله بخير ورغب وروب